افتتحت القناة مشهد مهيب ومشهد تاريخي ومشهد استثنائي واسطوري وصل نتيجة وصلت رسالة وصلت رسالة وصلت نتائج كثيرة عديدة متعددة لكل خلق الله اللي حضره من اول اول سفينة عبرت سفينة النصر باخرة النصر اللي عليها اوجيني الامبراطورة اوجيني زوجة الامبراطور الفرنسي وي لغاية ما ديليسيبس نفسه وهو امروح هو وي زوجته الجديدة عبر واحد وعشرين سنة وهو كان حاجة وسبعين سمع باخرة انجليزية بصوتها في داخل القناة فقال لها ده اول ضيوفي الزوجته الحسناء الجديدة المشهد مبشر بالتأكيد المشهد يقدم لنا نافذة على مصر جديدة ومختلفة وبابا للمستقبل اكيد مال ايه اللي حصل ايه اللي حصل خلانا نتنقل من ده من انه مصر في ظروة المجد وفي تحت اضواء الكون كله الكون كله بيبص ويتأمل وينتبه الى عظمة وطن ايه اللي خلى بلد على باب المجد دي كده هي بس ايه يا بتخبط على باب المجد ده خلاص طرقت باب المجد المجد الايه المجد الاقتصادي مجد المالي والاستثماري المجد السياسي المجد الاستقلال عن دولة عثمانية استقلال حقيقي الأمال دي كلها راحت فين ليه بددها اسماعيل بقولك الغيط يوميها الصبح أو تاني يوم الصبح احنا عندنا 44% من الاسو عندنا قرابة 177 ألف سه عندنا 15% من الأرباح عندنا دي شركتنا وممكن نطلع عين اللي خلفه في الناد لسبس ونسترد نفوذنا فيها مترا مترا شبرا شبرا وعندنا مدن تكونت تشكلت على ضفتي القناة حاضنة محيط مصري وطني لهذه القناة هنا على طول كم من نصر عسكري بدد بالسياسة وكم من إنجاز اقتصادي بدد بالسياسة القرار السياسي قرار الحاكم خصوصا لو كان حاكم فرد لو كان خديوي خصوصا لما يبقى في مجتمع رغم إنه كان في مجل الشورى النواب وقتها وإسماعيل فعلا العمل لأنه لا تبخسوا الناس أشياءهم أهلا بيكلم على سعيد وعلى إسماعيل بيكلم على إنجازات عميقة وعظيمة وهائلة في مصر لكن بيكلم على خيبات بحجم هذه الإنجازات وبعظمة هذي شوف الخيبة العظيمة تعرفين خيبة الأمل اللي راجبها جمل بمعنى أنه وقتها يعني الجمل ده كان أعلى حاجة وقتها يعني فعشان تبقى ظاهرة للعيان أهلا في أعلى حيطة خيبة الأمل هي ماشية هيه كلنا شايفين أنا فوق الجمل وكمان متحركة فيراها الجميع فإيه لي خلي الثروة الإنسانية دي والثروة المادية المحتملة دي والثروة الحضارية دي ملتقى العالم والكون بين بحرين في قناة السويس تتبدد بقول لك هنا بقى غيبة الاستثمار السياسي غيبة الحكمة وغيبة الرقابة الشعبية وغيبة القرار الجماعي وغيبة مصر حاضر حاكمها خدوها حلوة خدوها دي ومن هنا بدأنا مأساة أخرى كان لحد هذه اللحظة إمكانية إن قناة السويس تعلوا بنا وترتفع في اللحظة دي بقى تسلم إسماعيل حلمه بيد مجده افتتح القناة تاني يوم الصبح إحنا بنكلف في سلسلة مستمرة من الاستدانة مرة علشان نسدد ديون سعيد باشا 11 مليون فبعد شوية بقوا 26 مليون كل ما يتعرض لو كل ما يفكر في صناعة منجز في حياته لبلده إسماعيل خدوه إسماعيل فلاقي وراها الاستدانة والاستدانة والديون طبعاً الكل ساعتها يقبل على إنه يدلوا القروض لإنه عارف إن دي باب للنفوس بعد كده وباب للتأثير على القرار السياسي المصري وخدوه إسماعيل وهو بيتجر من حلمه كمان بنلاقي مشهد غاية في الألم إنه كل شوية يتخلى عن جزء من سيادة مصر أو جزء من امتيازات مصر في شيء أو لصالح القروض ولصالح تزديد القروض لغاية ما ييجي في العصب العصب إيه بقى إنه بيعرض أسهم مصر في قناة السويس أولاً للره يعني قعد يستلف ويستدين قناة السويس وفتتحت وبدأت فإذا بينا بنلاقي حاكمنا عايز يرهن المية سبعة وسبعين ألف سهل مقابل أموال أربعة مليون يمكن علشان يسدد بيها ديونه فرفضت طبعاً مكاتب الرهن ليه؟ والبنوك النهاتر ليه؟ ونرهن ليه؟ ما نشتري ويظهر في اللحظة دي بقى التربص الإنجليزي الزكي المتآمر المنتظر القناص الصياد المتحفز لتلك اللحظة فرنسويين بدأوا يختلفوا وأكثر من بيت مال أو دار أو بنك ودار مال فرنسية طب كام؟ طب ليه؟ طب نتفاوض طب نقلل طب نعمل سعيد اسماعيل عرض عليهم ده وفجأة عرفت الصحافة الإنجليزية بالخبر أنه الخديو اسماعيل يعرض أسهم مصر في قناة السويس للبيع وأن المشتري فرنسي ساعتها تحركت الإمبراطورية الإنجليزية بجلالة أدراه ها هي اللحظة قد حانت قد أتت ها هي الثمرة وقد نضجت ها هي اللحظة الفارقة اللي احنا نقدر نسيطر فيها على قناة السويس من خلال شراء الأسهم المية سبعة وسبعين ألف ساهم اللي عرضوا مسماعيل للبيع في أقل من تمانية واربعين ساعة اشتروها اشتروها ازاي خد بالك إنه في اللحظة دي درزائيلي هو رئيس وزراء بريطاني ما عملش حتى اجتماع لمجلس الوزراء بعت على طول للقنصر في مصر اشتري قل له خلاص حالي اشترينا بكان بكذا الفلوس هتبقى عنده الفلوس هتبقى عنده منين آه منين بقى وإمتى وإزاي والمشهد اللي بيتبح المصريين دبع أسهم قناة السويس وهي بتتحط في سنديق وتتعلب وتتختم وتروح على القنصلية البريطانية